بيبدأ فيلم النهاردة مع كولت اللي بيكون شغال ممثل في السينما هو عمرنا مشوفنا وشه الحقيقة بس ده مش علشان هو كومبارس ولا حاجة لا ده اهم عنصر في نجاح اي فيلم لانه بيعمل كل المشاهد الخطر بدل بطل الفيلم الحقيقي كولت بقى كان شغال في اداء كل المشاهد الخطر بدل الممثل المشهور توم رايدر لمدة 6 سنين ووجوده في الشغل ده كويس ومريح جدا بالنسباله لانه بيبدأ شغال مع فتاة احلامه وحبيبة قلبه جودي اللي بتشتغل مدير التصوير معاه في نفس المكان النهاردة بقى كان عنده تصوير لمشهد خطر جدا كالعادة فبيكلم جودي من خلال اللاسلكي وبيقول لها احنا هنروح نشرب مرجريتا النهاردة بعد الشغل خلي بالك اخلص الوقع دي والروح على طول بعدها بيروح للوكيشن التصوير وبيبدأ يجاهز نفسه للمشهد وبيقعد على الحبل اللي هيقع به وكان كله تمام وزي الفل بس فجأة بتحصل حاجة صعبة جدا وهي ان كلت بيقع على الارض بجد وبيتصاب اصابه خطيرة جدا وبيبدأ الصراخ بتاعه يملى المكان كله على طول الجماعة بيطلبوله الاسعاف اللي بياخده وبيجري به بسرعة على المستشفى وهو مركب جهاز الاكسجين بتعدي 18 شهر وبنشوف كلت وهو واقف في البيت وبيعمل تمارين لظهره بس في الوقت ده التليفون بيرين فبيروح نحيته وهو متردد يرد ولا لا بس في النهاية بيرد وبيلاقي غل المنتجة اللي كان شغال معاها قبل كده هي اللي بتتصل ولما بيسألها انت جبت الرقم ده ازاي بتقوله الناس يقالولي ان انت شغال عامل راكنة عربيات في كابتن كوكاتو انا مش مصدقة نفسي فبيقول لها المكان ده اللي بتديره عيلتي وانا مبسوط بالشغل معاهم وبيقفل معاها بعدها بيطلع عالشغل بتاعه وهناك بينادي عليه واحد لانه بيشبع عليه وبيقول لنا عارفك انت مؤدي المشاهد الخطر بتاعة توم رايدر انا اشتهلت معاك في الفيلم ده بس انت وقعت وقصرت ظهرك مش كده انت زي لسه عايش المهم بينادي على واحدة معاه علشان تيجي تسمع القصة فقلت بيقول لنا بتمنى دلوقتي ان كنت موت في الحادثة احسن المهم بيرجع البيت فبتكلمه غيل تاني وبتفضل تقوله ان دي كانت حادثة ومش غلطته وبتطلب منه يرجع يشتغل تاني لانها عايزة معاها في دور مهم وبتطلب منه يركب الطيارة اللي رايحة لسيدني بكرة الصبح بس قلت بيقول لها لا انا مش هركب اي طيارات فبتقوله بس ده هيكون محبت جدا للمخرج اللي طلبك انت بالتحديد فبيوقف مكانه كده وهو بيقول لها مين المخرج ده فبتعرفوا انها جودي والتاني اول ما بيسمع انها جودي بيقول لها حجزيلي اول كرسي في الطيارة بسرعة المهم تاني يقوم بيركب الطيارة اللي رايحة لسيدني وبينام لحد ما بيوصل هناك واول ما بيوصل هناك بتدخله غل لقوضة كده وكان مفكر انه هناك علشان الفحص فبيقول لها انا اول مرة اعرف انكو بتفحصه مؤديين المخاطر فبتقوله ده مش فحص ولا حاجة احنا بناخد مقاسات وشك علشان نطبقها مع توم ونركب وشه على جسمك في الادوار الخطر فبيقول لها تب ما تحوليني لتوم كروز لو تعرفي المهم بيطلع برة وبيقابل صديقه دان واللي بيابقى شغال منصك مشاهد فبيسلم عليه وبعد كده بيركبه العربية علشان يروح الموقع التصوير في الطريق بقى بيقول له كولت انا مش عاوز اغلط تاني وبالذات قدام جودي بنشوف دلوقتي جودي وهي واقفة تنظم كل حاجة من اول الاسلحة المزيفة اللي يستخدموها لحد الالعاب النارية فبتروح غل تقول لها احنا ممكن نعمل كل ده بالمنتاج بدل من نولع نار حقيقية بس جودي مش بتوافق وبتقول لها انا عايزة كل حاجة تبه حقيقية علشان نطلع بفيلم يكسر الدنيا في الوقت ده بيوصل كلت لموقع التصوير وبيفضل يفحص الرملة وبعد كده بيقول لداني الرملة دي وحشة جدا انا اسف اللي هقوله بس احنا لازم ناجل التصوير لحد ما الماد يخرج وساعتها يضغط الرملة ونعرف نطلع شغل كويس فبيقول له ماد ايه لنستنى ده انت بتمطل وخلاص على فكرة يلا اركب العربية علشان نبدأ تصوير فبيروح للعربية وبيلبس الخوزة وبيقف انتظار بدء التصوير اول ما المخرج بيقول اكشن بيطلع كولت بالعربية وبيفضل يجري وسط النار الحقيقية وحواليه 8 كاميرات بيصوروا من كل الزوايا لحد ما بتيجي اهم لحظة وهي انقلاب العربية اللي بينفزها كولت ببراعة وبتتحول العربية الخردة وبعد ما بيخلص المشهد بيروح الفريق يشدهم العربية وبتيجي جودي تقولهم انه كان مشهد جميل جدا بس اول ما بتشوف كولت انه هو اللي عمله بتغير رأيها وبتقول كانت فكرة مين المحببة دي وبتفضل تتخانق معاهم وهي بتقولهم انا لو اعرف انه هو اللي هينفزه عمري ما كنت هوافق عليه فبيطلب منها كولت تكلموا شوية بعيد عن الناس فبتمشي معاه شوية كده وبعد كده بتقوله انت هنا ليه فبيقول لها انه اكيد ده سوق فهم لانه كان فاكر ان هي اللي عايزاه هنا زي ما غيل قالت له فبتقول له لا الموضوع مش كده طبعا وبتسيبه وبتمشي وبتقول لدان انا عايزة اي حد غيره دلوقتي فبيقول لها للأسف مفيش حد غيره والمشهد اللي جاي هو النيران المشتعلة والقرار قرارك فبتقول له خلاص ماشي وبعد كده بيقول لهم المساعد بتاعها خلاص احنا هنولع في الراجل ده بعد شوية اول بقى ما بيبدأ تصوير المشهد كانت كل حاجة ماشية كويس لحد ما بتقول لهم جودي وقفوا التصوير علشان لازم نعيد المشهد تاني بسبب مشكلة تقانية في الكاميرا وبتفضل جودي بقى تتكلم في مكبر الصوت وبتقوله ان القصة الفيلم دي بتتكلم عن راعي بكر من الفضاء بيقع في حب ايلينا اللي عايشة على الارض وبيقضوا سنين مع بعض بس بعد كده الراعي ده بيتصاب وبيمشي من الكوكب من غير ما يعرف ايلينا وبتابع جودي بتحقي القصة دي كلها اصلا علشان تلقى عليه انه اختفى بعد الاصابة ومعرفتش توصله المهمة بعد كده بيعيدوا المشهد للمرة التانية وبيولعه النار في بدلة كلتة علشان يبدأ التصوير بس برضو جودي بتوقف التصوير تاني فبيزهق كلت وبيروح يقعد على الارض وهي بتفضل تقوله تفتكر مونك الراعي البكر ده يقول ايه علشان يصلح موقفه فلما بيتكلم مش بتبقى سمعاء اصلا لانها قاعدة بعيد عنه فبيروح جيمي يديله مكبر الصوت علشان يتكلم فيه فبياخده منه وبيقولها هو ممكن الفضاء يتكلم مع البشرية على انفراد بدل الفضايح دي فبتقوله لا مش ممكن وساعتها بيقولها بس انا ما قاردش السيناريو بتاع الفيلم بس ممكن مثلا يقولها انه ندمان على كل اللي حصل وانه خايف ما يلاقيش فرصة علشان يعوضها وعلشان كده بيطلب منها فرصة تانية فبتروح جودي تقعد على الكرسي من غير ما ترد عليه وتطلب تصوير المشهد من تاني بعد ما بيخلص المشهد بيروح كلت الغل الكابينة بتاعتها وهو مدائي جدا وبيقولها انت بعتلي ليه لما هي مش عايزاني فبتقوله لا هي عايزاك بس هو بيقولها ما تقولي لي انت جايباني هنا ليه من الاخر فبتضطر تقوله الحقيقة وبتبدأ تشرح له ان رايدر مفقود لانه متورط مع شوية اشرار ومتقدرش تتصل بالشرطة علشان تمنعهم وده لانها تخطط حدود الميزانية بكتير ولو اللي في الستوديو عرفوا حاجة زي كده هيوقفوا التصوير وبتطلب منه يروح يدور عليه ويجيبه بسرعة قبل ما جودي تعرف وبتدي له رمز الدخول لبيت رايدر وهي بتقوله انا واسقة فيك انك هتقدر تحل المشكلة دي وتساعد جودي ولا عاوز في المال اول يبى الاخير بس قبل ما يمشي بتعرفه انها هتخبي موضوع الاختفاق ده لمدة 48 ساعة ومش هتقدر تخبيه اكتر من كده فبيوافق كلتا على كلامها علشان خاطر جودي وبيخرج يقعد في العربية وبيفضل يفتكر ذكرياته معاها بعد شوية بتيجي تخبط على ازاز العربية فبيمسح دموعه بسرعة وبيفتح لها ولما بتسأله انت بتعمل ايه هنا بيقول لها مفيش حاجة انا بس برتاح شوية فها بتلاحظ جودي اثار العياط على وشه وبتسأله لو ممكن تركب معاه شوية فبتسأله بعدها انت اخبارك ايه فبيقول لها انا كويس جدا بس هي مش بتصدقه وبتقول لك فاك كدب بقى بتاع رجال المخاطر ده بس عموما انت مش مضطر تشرح اي حاجة فبيقول لها اسمعي انا كنت عاوز اعتزرلك مليون مرة بس كل مرة كنت بفكر في حاجة علشان اقولها كنت بحاس انها مش كفاية ساعتها بتحس جودي بالاحباط بس بتقول له تمام يعني مفيش مشكلة وبتنزل بعدها من العربية فبيستنها لحد ما تركب عربيتها وبعد كده بيطلع على بيت توم رايدر اول ما بيدخل بقى بيقول بصوت عالي انا كلت وبيعرف انه جودي عاوزاه يرجع الفيلم في اسرع وقت بس هو بيلاقي الدنيا ضلمة والبيت فاضي فبيشغل النور وبيفضل يلف في البيت وبيعد يتفرج بقى على الجوائز والتحف اللي موجودة وبعد كده بيروح يعمل لنفسه قهوة بس فجأة بتحجم عليه واحدة وكانت عاوزة تضربه بالسيف فبيجري منها وهو بيقول لها انا شفتك فين قبل كده فبيقوله انها كانت الشخصية الرئيسية في فيلم العاصفة الجزء الاول فبيقولها طب ما انا مؤدي المخاطر بدل توم رايدر بس برضو يا بتفضل تهاجم فيه وهي بتقول له لا انت كذاب فبيضطر بقى انه يوقفها وبيزقها على الارض وبعدين بيقول لها ده سيف مزيف بس انتي ممثلة كويسة فبتفضل قعدة مكانها وهي بتسأله ولما انت كنت شغال معانا في الفيلم اللي خليك تتسلل هنا زي الحرمية فبيقولها انه عاوز يلاقي تومه بس بس هي بتقوله ان توم رعوب وفاكر ان حد عاوز يقتله فبيسألها طب ما تعرفيش يلاقيه فين بسرعة فبتقوله جرب تروح النادي اللي بيذكر فيه على طول بس هما مش ياردوا يدخلوك اصلا وانت منظرك فقير كده فبتاخده وبتروح للقوضة بتاعت توم علشان تديله حاجة يلبسها وهناك بتقوله انه هيلاقيه مع واحد اسمه دون عامل واشم فهد على راسه وهو اللي بيجيب له المخدرات على طول بس عامة مش هيسمحولك تدخل هناك وعلشان كده لازم تتصرف كأنك توم فبيلبس النظارة وبيقولها خلاص هتصرف بغرور كأن العالم كل ملكي ومحدش يقدر يتكلم معايا فعلا بعد وقت وليل بينجح انه يدخل البار وكل الناس كانت فاكراه توم رايدر فعلا بس تاجر المخدرات بينادي عليه وبيقوله ازايك يا شبيه توم يجي قالتلي انك هتيجي النهاردة تعال نتكلم شوية فبيقوله نجاي علشان ادور على توم فلو تعرف مكانه يعني قولي عليه بس توم بيقوله وانت مش هستوعد معاه يعني علشان انا هتاجر مخدرات فبيضطر كلت انه يقعد غزب عنه وبيفضل يتكلم شوية عن الافلام والمشاهد الخطيرة وبيشرب معاه كمان بس بعديها كولت بيحس انه داخ جدا وكل حاجة حواليه شكلها غريب وساعتها بيقوله ايه رايك في مشروب الضمبو بتاعنا بانت لسه هتشوف الافيال الوردية وكل الشخصيات الكارتونية حواليك دلوقتي فبيجي اتنين رجالة يشدوه من مكانه ودهم بيقوله روح معاهم هيوصلوك للفندق علشان ترتاح بس كولت بيبالسة عنده شوية وعي فبيزقوهم اللي اتنين بعيد عنه وبيروح ياخد عزاز من قدامه وبيضربهم بيها وبيفضلوا على الحال ده شوية بقى لحد ما بيقع كلهم على الارض وبيبقى دون قاعد يضحك بشكل غريب بس بيلاقي ان الدور جاء عليه فبيطلع يجري بسرعة برا المكان وبياخد عربيته وبيتير قلت بقى بيفضل يجري وراه لحد ما بيقف قدام العربية فبيغبطوا غصبة عنه وبيقع على الارض بس بعد كده بيقول نحيته فبيفضل يقوله ايه ده انا هتاجر مخدرات مش مقاتل فبيزقوهو بيقوله فين رايدر فبيقوله انا حطتلك المخدر في المشروب بناء على تعليمات المسئولين عن امن رايدر بس هو موجود في فندق بندلتون وانا بوصله المخدرات هناك ولما بيسأله في القودة رقم كام بيقوله معرفش بس اسأل كيفن عن طبق الفاكهة وهو هيديك المفتاح فبيرجع يسأله طب ولانا فيه ده هيخلص امته فبيقوله لما تبطل تشوف وحيد الكارن حواليك فبيطلع بعد كده على الفندق وبيطلو بيشوف كيفن بس موظفة الاستقبال بتقوله انه في استراحة فبيقولها طب ممكن تساعديني في طلب طبق الفاكهة فبتستغرب الموظفة وبتقوله تحب اتصل بخدمة الغرف بس كلت بيقولها مش عارف المهم بعد شوية بتدخل جودي المكان وبتلاقي كلت عمال ينزف وحالته مش مزبوطة فبتقوله مالك في ايه فبيضحك وبيقولها ابدا مفيش حاجة ده انا كنت باجري بس انت الشكل الجميل النهاردة فبتقوله انت هشارب حاجة شكلك مش طبيعي في الوقت ده بتدخل غيل وبتقوله شكلك كنت مشغول يا كلت فبيقولها اوه كنت مشغول جدا وعمال اجري فبتطلب من جودي انهم يروحوا علشان يعدلوا الفصل التالت من القصة قبل ما ييجي وقت تصويره وده علشان جودي بتكون كتبة نهاية حزينة القصة الحب اللي في الفيلم فبتطلب منها انها تغيرها وتخليها نهاية سعيدة ولما بتمشي جودي بيكون كيفين راجع من الاستراحة وبيقول كلت انا سمعت انك عايز طبق الفكهة فبيطلع له المفتاح فبياخده منه بيروح له القوضة بسرعة بس لما بيحاول يفتحها ما بترداش وده لان كيفين بيعطي له مفتاح غلط فبينزل يغير منه المفتاح وبعد كده بيطلع تاني بس برضو الباب مش بيرضى يفتح فبيرمي المفتاح على الارض وبيخبط الباب يكسره وبيدخل بس فجأة تليفونه بيرن وبيبقى لسه شايف الحيوانات حواليه وده كده معناه انه لسه مفقش من المخدر ولما بيرد على التليفون بتسأله جودي انت فاضي دلوقتي فبيقولها اه فاضي جدا ومش بعمل اي حاجة وبسبب انه قلها كده بتفضل تتكلم معاه على الفيلم والقصة اللي هم عاوزين يغيروها وهي معترضة لانه مفيش حاجة اسمها الحب الازلي وكل حاجة بتخلص بطريقة او بالتانية فبيفضل كل تتكلم معاها وهو عمال يلف في البيت ويلعب في كل حاجة واول ما بتقفل بيفتكر انه جاي يشوفتم فبيقعد يدور عليه شوية بس بيتخد جدا لما بيلاقيه ميت في البنيو اللي بيبقى مليان تلج فبيطلع يجرب سرعة برا الفندق وبيروح يتصل بغل وبيفضل يقولها الراجل ميت في الفندق بس غيل بتقول له فندق ايه فبيتعصب عليها وبيقول لها الفندق اللي انا لسه شايفك فيه وبيروح بعد كده يقعد في العربية وبيحكي لها القصة كلها من اول ما ماشى من عندها وراح لبيتهم وهناك شاف اي جي اللي بعتته لدون اللي بيحط له مخدر في المشروب فبيقول له خلاص اهدى وامشي من عندك بس هو بيقول لها انا مش هامشي من هنا غير لما بلغ الشرطة أثناء ما هو بيتكلم بقى بيجي زابط يخبط على الازاز فبتسمع غيل الصوت وبتفضل تقول له اوعد بلغ الشرطة بس هو بيقفل التليفون واول ما بيفتح الازاز بيقول له الزابط انت عليك غرامة على شر كانت العربية في المحزور فبيطلع ايده من الشباك وبيلمس الزابط وبعد كده بيعتذر له وبيقول انا كنت عايز بس اتأكد ان احنا الاتنين موجودين ودلوقتي بقى بما اني تأكد انا عاوز ابلغ عن جريمة قتل بس لما بيطلع معا الزابط للقوضة بيلايها فاضية وما فيش حد في البنية ولا حاجة فالزابط بيقول له انت لسه عليك الغرامة خلي بالك المهم لما بيرجع لموقع التصوير بيقول له صاحبه انا لازم اقول جودي على الراجل اللي مات بس هو بيقول له انت عرفت منين انه مات مايمكن يكون كان فقد الوعي وفاق ولا حاجة عاما تم بيفضل يقول له عن مشهد انقلاب الشحنة واللي بيبقى طويل شوية بس المشكلة مع ان جودي كانت عاوزاة على لقطة واحدة المهم اثناء كلامهم بتيجي جودي فبيطلب منها كولت يتكلمه بعيد شوية وبيقول لها ان رايدر مجاش فبيقول له يمكن سكران ولا حاجة وعموما انا مش محتاجاه فبيحاول يقول لها على اللي حصل مبارح بس هي مش بتديله فرصة وبتقول له ان توم بيجري بطريقة غريبة وتمثيله وحش اصلا وهي ممكن تكمل الفيلم كله بيه وممكن ده يخليه فيلم عظيم فبيوافق طبعا بسرعة وبيقول لها دكتراح ممتاز جدا وبكده بقى كولت هو بطل الفيلم وبيبدأ بقى تصوير المشاهد اللي كانت مشاهد احترافية جدا وماش بيعيده اي حاجة فبتفرح جودي بالانجازات اللي بيعملها وبتقول له انها هتبقى موجودة النهاردة في حفلة كاريوكي وهتستنى فبيقول لها خلاص انا جاي بس بعد شوية بتيجي غيل وبتقول له انها حجزت له في طيارة 6 اللي 5 ويدوبك يلحق يجاهز نفسه بسرعة لان العربية شغالة برا فبيقول لها بس انا وعدت جودي انها هروح معاها للحفلة فبتقرب منه وبتقول له الموضوع خطير جدا وانا حسب الاحراج علشان انا اللي جبتك هنا ودلوقتي بحاول اصلح اللي انا عملته بعد شوية بيروح لمربية الكلاب بتاع ترايدر بس بتقول له انها ما تعرفش مكانه وانه اختفى فجأة واخلال كلامهم بيجي واحد يضرب كولت وبياخد البنت وبيجري للعربية كولت بقى كان واقع على الارض فبيقوم بسرعة وبياخد معاك كلب اللي بيبقى متضرب عالكتال وبيروح ورا العربية اللي مخطوف فيها البنت فالعربية بقى بيفضل الراجل يقول لها فين تليفون رايدر وبياخد شانتتها يفتشها بس مش بيلقي التليفون في الاسناء دي كان كولت قدر يوصل للعربية وبيدخل في اخناقة مع الراجل اللي راكب المقتورة من وره وبتفضل البنت تضرب في السواء لحد ما بتنجح انها ترمي من العربية بس بيكونوا ماشيين على الطريق السريع فبيقول لها كولت دوسي على الفرامل بسرعة هنموت هي بقى لما بتدوس عليها بتلاقيها مش شغالة لان كان فيه حاجة متصدرة فيها فبيساعدها الكلب في انه يشدها وساعدها بتشتغل الفرامل وبيقع كولت من العربية بس بيقوم يعني يقول لها انا كويس مفيش حاجة بعدها بيطلع التليفون من جيبه وبعدين بياخد الكلب وبيروح للبار وهو متبهدل جدا فبيقول له صاحبه انت ايه اللي عمل فيك كده وايه اللي جاب الكلب ده هنا فبيرد عليه ان ديه قصة طويلة بس هو دلوقتي مع تليفون رايدر اللي فيه عصابة بتدور عليه ومستعدة تقتل اي حد علشانه واحنا لازم نكتشف ايه اللي على التليفون ده وبعد كده لازم نلاقي توم علشان جودي تكمل الفيلم بتاعها فبيقول له ان صاحبته وفينتي عبقرية في الحاجات دي وممكن تعرف تفتح التليفون وبينادوا عليها لما بتيجي بقى بيسألها كولت تعرفي تفتح التليفون ده فبيقول له ان اتعاملت مع واحد زي ده قبل كده وعمل زي الخزنة فهياخد مني ومن ثلاثة كده لحد ما اقدر افتحه بعد هي ما بتمشي بقى بيقول كولت لدان انه بحكم معرفته بتوم فاكيد هو كاتب بصورد التليفون ده على ورقة ممكن تبقى موجودة في اي مكان في شقته وعلشان كده بيقرروا انهم يروحوا لهناك ويدوروا عليها بس لما بيوصلوا هناك فبيروح دان علشان يطلع حاجة يشربها من التلاجة فبيلاقي ملاحظة مكتوب عليها انت مغفل ولما بيشيلها من مكانها بيلاقي تحتها رقم فبيجري على كولت بسرعة وبيقول له لقيته فبيفتح كولت التليفون وبيلاقي عليه مقاطع فيديو كتير جدا واول ما بيفتح واحد منهم بيلاقي توم في بار وحوالي زميله كلهم سكرانين وكانوا عملين يعملوا حركات غريبة هنري بقى في الوقت ده كان واقف قدامه فبيضربه في بطنه يوقعه على الأرض من باب الهزار السخيف يعني بس اللي ما يعرفوش بقى انه وقع على دماغه ومات في الوقت ده بترن فينتي على دان وبتقول له افتح على الأخبار بسرعة واللي بتكون عن الجثة اللي كانت في فندق بندلتون وبتكتشف الشرطة انها جثة هنري اللي كان بيشتغل مؤدي للمخاطر مع توم رايدر والمشتبه فيه الرئيسي في القضية هو كولت لانه آخر واحد دخل للقوضة دي قبل اكتشاف جريمة القتل على طول أثناء ما هم قاعدين قدام التلفزيون بتهجم عليهم عصابة مسلحة وبيطلبوا منهم التليفون اللي كان كولت مسكه في ايده في الوقت ده وهو بيقول لدان انه لازم يتسلم للشرطة لانه الدليل الوحيد لبرقته بس قبل ما يكمل الجملة بيكون الراجل ضرب عليه طلقة وامبوزه فبيجري دان على واحد منهم وبيفضل يضرب فيه وبيهجم الكلب على الراجل الثاني وده بيدي مجل كولت انه يهرب وما بيتبقاش قدامه حل غير انه ينط من السطح بس اول ما بيقع بيلاقي توم رايدر في وشه وبيقوله ازايك يا صديقي وبيضربه في وشه فلما بيفوق بيلاقي نفسه مربوط في الكرسي عالجسر ووقتها بيدور بينهم حوار بيعرف كولت من خلاله ان الحادثة بتاعته زمان ما كانتش حادثة في الاساس كانت من تدبير توم اللي طول الحبل شوية قبل التصوير بثواني علشان كان متضايق منه وعاوز يعلمه الادب وبيقوله على الخطة كلها اللي بينه هو وغيل وانه اتصل بيها ساعة ما قاتل هينري بالغلط وفضل يعاية من الخوف فهي بتقوله خلاص اختف انت عن الانظار وانا هتولى كل الامور واتفقتنا وهي اننا نجيبك على اساس انك هتمثل وحطينا هينري في بانيو مليان تلج في الفندق وغيل قامت بالباقي كله وانت البست جريمة الاتل زي الشاطر بس فاضل اخر حاجة في الخطة وهي المفروض انك تموت منتحر وبيجي تنير الجالة بيفضلوا يدلقوا عليه بنزين ولما بيسرخ علشان يطلب النجدة بيصاب الراجل بنزين في بقه وبيقوله يلا بقى علشان جي وقت النار الحقيقية وبيولع الكابريت علشان يرميه على كلته ويحرقه بس الوقت بيشغل دماغه وبيبخ عليهم البنزين وده بيخلي النار تمسك في حاجات كتير حواليهم هو بقى بيطلع يجري بالكرسي اللي هو مربوط فيه للان شوائف على جنب كده وبيشغله بصعوبة وبيمشي بيه شوية في المية بس بيلاقي انه هيصطدم في السفن التانية وده بيضطروا يغير مصاره ويروح للجهة التانية بعد شوية بيقف في مكان الداري وبيقطع الحبل بكتعة المعدن اللي برزة من المركب وبيمشي بعد كده وهو بيتصل على جودي علشان يعتذر لها انه غاب عنها ويقول لها ان الحادثة كانت مدبرة للأسف في الوقت ده بيلاقيه رجال ترايدر وبيفضله يضربه عليه نار فبيقول لجود انا اسف مرة تانية اني خزلتك بس انا بحبك على فكرة وبيقفل نتيجة بقى تضرب النار المستمر ده المطور بيتحرق وبتبدأ النار اتاكل في اللنش كله وده بيخلي كولت يدخل في سفينة غازبة عنه وبيحصل انفجار ضخم جدا فبتبدأ بقى وسائل الاعلام تنقل الاخبار عن انتحار مؤدي المخاطر كولت وبعدها بتتصل غيل على جودي علشان تبلغها بالخبر فجودي بتزعل جدا وبتفضل تعيط عليه بس اسنا ما هيقاعدة في الخيمة بتاعتها في موقع التصوير بيدخل عليها واحد لابس بدلة من بدا للفضائيين بتاعت التصوير فبتفضل جودي تضرب فيه من غير تفاهم وكانت خلاص عاوزة تقتله فبيقول لها استني بس ده انا ولما بيشيل الخوزة بتعرف انه كولت فبتفرح جدا انه لسه عايش وبتقوله انت مين اللي عارف انك حي فبيقول لها انت بس اللي عارفه وبيفضل يحكي لها كل اللي حصل وان لما لانش فرقع هو كان نطف المية اساسا وبيعرفها كمان انه متورط في جريمة قتل هينري والدليل الوحيد على براته هو تليفون رايدر فبتقوله سيبك من كل ده انت لازم تستغل ان الناس في كراك ميت وتهرب من البلد خالص اسناء كلامهم بقى بتيجي غيل تخبط على الباب وكانت جودي لسه تقول لها دخلي بس كولت بيكتم صوتها وبيقول لها انها متورطة مع تون في الجريمة ومش لازم تعرف ان هو عايش فبتطلب منه يروح يستخبع علشان تفتح لها الباب وقبل ما بتدخل بتقول لها انا اسف على اللي حصل لكولت بس عندي ليك مفاجأة حلوة جدا رايدر وافق انه يرجع للفيلم بس بالنسبة بقى للمشهد التالت ده بتاع انكلاب العربية انا سألت فينتي وهي قالت انها ممكن تعمله والمؤسرات البصرية هتبقى كويسة جدا وبتطلب منها انها تروح لجزيرة سيحية علشان تهدي اعصابها وبتعرفها انها حجزالها التذاكر على حسابها وبتقول لها ما تقليش انا همسك كل حاجة مكانك لحد ما ترجعي بس جودي بتقول لها انا مقدرة شعورك نحيتي بس ده الفيلم بتاعي وانا لازم اخلصه بنفسي بعد ما بتمشي بيخرج كولت وبتقول لجودي انه ما يستنوا رايدر لما ييجي وبعد كده يحصروا ويمسكوا يرى النوع علقاء بس لما مش بيوافق كولت على اللي بتقوله ده بتقوله خلاص احنا نكبره انه يعترف بالحقيقة من خلال وضعه في المشهد وهو كده كده بينسى السيناريو بس ما عرفش هنعمل ده ازاي فبيقول لها كولت بس انا عارف احنا هنخليه يقوم بالقفزة المستحيلة لما بيجي تاني يوم بيبدأ التصوير وبعد ما بيخلص توم اول مشهد بتفضل جودي تمدح فيه وبتقوله انت هايل وانت عظيم يلا بقى علشان نصور مشهد العربية فبيقول لها لا احنا ما اتفقناش على مشاهد خطر شوفوا حد يعملوا بدالي فبتقول له ما تخافش انت هتركب العربية بس وهي متسبتة في مكانها كده والبقى هنعمله بالمؤسرات البصرية فبيقتنع وبيروح يركب العربية وبيصوره شوية بس فجأة بيظهر جنبه واحد لابس زيه بالظبط بس كان مغطي وشه فبتقول له جودي ما تقلقش ده هيعدلك حزام الامان بس وساعتها بيقع الساتر اللي قدامهم وبيطلع كولت بالعربية وكان عمال يضحك وسط صراخ توم اللي كان خايف انه يموت وبيفضل بقى ماشي بيه على الطريق وبيساعده دان في تفجير الالعاب النارية والقنابل الدخان علشان يشتت عربيات الحراس اللي طلع وراهم وفعلا بتتقلب اول عربية ووراها التانية والتالتة وكولت بيقول له يلا بقى علشان نعمل الكفزة العبقرية بس توم كان خايف وبيقول له انا مش عاوز اعمل اي كفزات فبيفضل يقول له انت خايف من ايه ده هي 250 قدم يعني وبعدين اعتبر اننا في نهاية فيلم سيلمة ولويز وساعتها بيصرخ وهو بيقول له دول انتحر في نهاية الفيلم فبيتكلم كلت بحماس وبيقول له ايوة ما احنا نعمل زيهم كل ده كانت جودي عمالة تسجل كل حاجة من خلال اكتر من كاميرا حواليهم ولما توم بيقول له ايه رأيك تقف وتنزلني فبيقول له مش هنزلها غير لما تعترف بالحقيقة فبيبدأ بقى يعترف بسرعة قبل ما يوصل للمنحدر وبيقول له ان غيل هي اللي قالت لي الابسك قضية قتل هينري واطلع انا منها فبيأكد عليه كلام تاني وبيسأله يعني انت قتلت هينري وغيل هي اللي قالت لك تورطني فبيقول له بالزبط كده ساعتها بيسأله انت اسمك الحقيقي ايه فبيقول له توم رايدر وبعدها بيتأكد ان جودي سجلت كل حاجة وبعد كده بيزود السرعة وبينفذ الكافزة من على المنحدر وبتبدأ العربية تتقلب اكتر من مرة على الرملة وكل تسابت في مكانه بس توم بيفقد الوعي لانه مش متعود على حاجة زي كده جودي بقى بتفرح جدا ان كلت خرج سليم بس المشكلة ان غيل سرقت الشنطة اللي فيها التسجيل وكانت رايحة علشان تهرب بالطيارة فبيشوفها كلت وبيجري وراها بسرعة وفي نفس الوقت توم كان فاق وبيجري يركب الطيارة هو كمان وبتفضل غيل تقوله يلا علشان نهرب بسرعة فبتروح جودي على العربية علشان تساعد كلت اللي قال لها هنا عندي خطة وبتعلقه في حامل الكاميرا علشان يوصل للطيارة وياخد منهم الشنطة أثناء بقى ما هو متعلق كده بيقول لجودي ايه رايك بعد الموضوع ده ما يخلص لو انا مروحتش السجن وانتي ممتيش نطلع مع بعض للشاطئ ونشرب مارجريتا سخنة فبتقوله حافظ على حياتك الاول وبعدين نبقى الروح وبتبدأ تحرك حامل الكاميرا فبينط كلت من عليه للطيارة اللي بتبدأ تتمرجح يمين وشمال وكانت غيل عمالة زعق للطيار علشان مش عارف يحافظ على التوازن فجأة بقى بيلاقوا كلت جنبهم وبيشد الشنطة من توم بس بتطلع غيل المسدس علشان تضربوا بيه تحت بقى كانت جودي وقفة مرعوبة ودام بيطلب من رجالته انهم يجيبوا المرتبة الهوائية بسرعة لانه كلت ممكن يقع في اي لحظة بنرجع للطيارة اللي كان كلتي فيها وتوم عمالين يشدوا الشنطة قصاد بعض لحد ما بتتفتح وبيقع الشريط في الطيارة بس ساعتها بيزوق توم وبيبقى فاكر انه كده يتخلص منه خلاص بس كلت كماسك في الطيارة من تحت وبيتخلهم من الباب التاني بياخد الشريط وبعد كده بيرمي نفسه من الطيارة في المشهد الاخير بقى بنشوف ان كلت و جودي يراجعوا لبعض تاني وكمان الفيلم بتاع جودي اكتمل وكسر الدنيا بنجاحه وبيخلص الفيلم على كده يارب يكون الملخص عجبكم وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفونا علشان يوصلكم كل جديد اشوفكم الفيلم الجاي سلام